نعرف ايه بيفدنا ونسمع حواديث زي زمان نحب بلدنا عالتنا صحبنا ونتعلم نفتار انتم تقرى الجاي وشمسه وانتم احلى نهار اتزمع وحوالينا وانتم تعيلك وفرد يا بنتخ شكلك مستخدبي في حيط ايو هتبقى راحت عليه نومة لانه بدأ مدرسة المفروض خلاص تعود يا صحابي حنا شوف بنتخ ندهو معي علي nenhum يا بنتخ بنتخ يا بكنتخ يا بنتخ صباح الخير يا بنتخ صباح الخير يا ماما سلمة انت لسه صحي ولا ايو يا بنتخ لا مش لسه صحي ولا حاجة صباح الفل عليك يا ماما سلمة صباح الفل عليك انا صحي منبطري بس بصراحة الواحد كده الصبح ببقاش عايز يقوم قافل كده ببقى قافل الصبح كده هي الحكاية بنتخ منتك كلمتني امبرح في التليفون وقالتلي ان انت برضو طول الاسبوع اللي فات غلبتها كل يوم صحيحة شغال مدرسة وانت مش عايز تصحى برضو قفل قفل ايه قفل يا بنتخ قفل ليه يا حبيبي ده انت السالة اللي فاتت كنت بتصحى ساعات قبل ماما كنت انت ساعتها اللي بتصحيح عشان تروح للمدرسة ايه اللي حصل السنادي اصل حضرتك يا سلمة مش واخدة بالت احنا عزلنا عزلنا غيرنا البيت واسكننا في بيت تاني جديد اه ما انا عارفة انا عارفة ان انت عزلت وروحت بيت جديد وكنت مبسوط يا بنتخ وكنت فرحان جدا يوم ما عزلته وكمان كنت فرحان بقلتك الجديدة الحلوة الجميلة ايه اللي حصل دلوقتي بقى ايه المشكلة يعني انا ساعاتها ما كنتش ااخد بالي ان احنا لما هنغير البيت كمان هنغير المدرسة ومن ساعاتها قافل حقول لك على حاجة هو انت يعني يا بنتخ كنت عايز تروح من اول مصر الاخر اصلا صفة طويلة اوي يا بنتخ من البيت الجديد وبين المدرسة القديمة فكنت بيها يا حبيبي ان انت كمان تغير المدرسة القديمة وتروح مدرسة قريبا من البيت الجديد طب وفيها ايه لما نروح مدرسة القديمة انا كده ممكن احس بالغربة غربة 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 ايوة وكمان يا ماما سلمة احسس اني غريب ومش قادر اتأقلم مع اصحابي تتأقلم 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 وهربة لا تكلام كبير واضح ان الموضوع تعيب عليش حبيب اه 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 من غير عيات من غير عيات من غير عيات انا اسفل خلاص من غير عيات خلينا بس كده بالراحة نفكر في الموضوع كده بالراحة انت تلقى تبقى دي عشان روحت لمدرسة جديدة اه طيب يعني علشان انت بتحب المدرسة القديمة تقصد مش كده اه هو طبيعي يا بنتخ ان احنا يا حبيبي يعني كل انسان معرض او ممكن يعني ان هو في اي وقت يغير مكانه يغير بيته اه يروح حتى بلد جديدة مكان شغله مكان مدرسته الحاجات دي وارد يعني ان هي تحصل احنا لازم بقى ان احنا نتقبلها كويس ونشوف ايه الحاجة الحلوة اللي ممكن تحصل لنا في المكان الجديد ده طب انت عارف مش احنا كمان يومين هنحتفل بسنة هجرية جديدة والنهاردة ان شاء الله الحلقة التعليفنا كلها هنحكي فيها الموضوع ده وهنكلم فيها عن هجرة الرسول ايو انا عارف يا ماما سلمة ايو بس انا ايه علاقة هنحتفل بسنة هجرية جديدة والنهاردة ان شاء الله الحلقة التعليفنا كلها هنحكي فيها الموضوع ده وهنكلم فيها عن هجرة الرسول ايو انا عارف يا ماما سلمة ايو بس انا ايه علاقة السنة الهجرية الجديدة بموضوع مدرسة القديمة والعزال واللم الحاجة ما هو السنة الهجرية جديدة دي احنا بنحتفل بيها ليه عشان دي ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة هو كان في مكة بلد كان بيحبها جدا 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 وهو اضطر يهاجر ويروح المدينة هو برضو هو ساب مكان بيحبه وراح مكان تاني ولسه مش عارف إلا هيحصل هناك بس هو كان زعلان بصراحة وهو راي لكن كان متفائل يا بانتخ هي دي الفاترة انت كمان انسبت المدرسة القديمة وروحت المدرسة جديدة لازم بقى تكون كده ايه متفائل وتتوقع الحاجات الحلوة كويسة انت هيبقى مثلا عندك صحاب جداد وانت برضو لسه صحابك القدام هيبقوا صحابك يا بانتخ لأ وكمان ايه ممكن تعرفهم على بعض ويبقى بقى عندك بدل بقى يبقى عندك مثلا تلات صحاب من المدرسة القديمة يبقى عندك تلاتة من المدرسة القديمة وتلاتة كمان من مدرسة جديدة وعندك بقى ست صحابه وبقى شلة كبيرة يا سلام شفت مش حاجة حلوة صح جدا يا ماما سلمة اما حتة فكرة من بكرة بقى هروح جاي على صحابي في كل الفصل اصحابهم بقى بس ممكن بقى ما عليش يعني تكمليلي حكاية هجرة رسولنا الكريم مسكة للمدينة طبعا بص يا بانت النهار ده حلقتنا بقى ليك بقى وكل صحابنا وانا كمان هنوض وحنسمع الحكاية الجميلة دي حكاية هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونفهم بقى ليس انا الهجرية الجديدة تعملت وامت ونعرف كل التفاصيل بس مش انا لاحكيها لكم بقى هيجي يحكيها لنا صحابنا الدعية والاعلام الجميل وزمالنا هنا كمان في القناة يوسف عادل وصاحبنا من زمان وهيجي يحكي لنا قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهتبقى حكاية حلوة جدا رأيك بس قبل بقى الموضوع ده قبل ما نتكلم فيه انا عايزك توعيدني انت كمان يا بنتخ شخص اجتماعي جدا ما شاء الله بتدخل اي مكان بتصاحب كل الناس اللي ما وجوده فيه يعني هو الناس بتيجي علي سيبك من وضوع الشهر ممكن نصور معك بسيلفي سيلفي هاروني خلاص يا جماعة واحد واحد كلكم هتتصوروا اقفوا طبور يا بنتخ سيبك من وضوع الشهرة ده انت طفل زي صحابك انت زي زي زميلة كل في الفاصل طيب بس انت اصلا عموما بجد اجتماعي يعني انت بتدخل اي مكان بتصاحب كل الناس اللي فيه ده مش معقول يعني يا بنتخ كل ده قعدت اسبوع في المدرسة حامل كده لا يا حبيبي تفائل خليك بشخصياتك الجميلة المرحة دي اياه وتصاحب كده بقى على كل اللي بقى المدرسة وجل الفاصل لو انت هتحب المدرسة الجديدة بس انت بس بلاشت بقى قافل زي ما بتقول من يوم الاثنين خلاص بقى حفظ طب انا اقولك على حاجة انا عمليلك مفاجأة انت وكل صحابنا اللي شايفيننا دلوقتي وعملتلكو غنوة حلوة قوي علشان الرجوع للمدرسة صحيح اه يعني اللي انت بقى بتقوله ده لما تشوف الغنوة تحسبني طريب رائع مبسوط بقى وانا خلاص همبسوط هروح المدرسة وانا مبسوط اتفقنا اتفقنا طب عرص المونة بس والحصان عرص الله انا عايزة عرص المونة حلاوة سلام بس دي في مل النبي اه صحيح مل بي مل النبي هجيب لك الحصان الهجرة مش بيأكله حاجة طيب طيب يلا تعالوا بقى نروح نشوف الغنوة يا رب يا رب يا رب تعجبكم يا رب انتوا بحستين كده بالطاق كده وانتوا رايحين للمدرسة ومبسوطين عشان الاجزة خلصتوا وانتوا رايحين للمدرسة تعالوا نشوف اغنيتو رجعنا لمدرسة هنرجع تانى استنونا أنا بحب الأجازة بالعربي والحساب بالإنجلش والألعاب بالدسك والكتاب شادرين ومركزين راجعين من مدري نسحق بنشاط وي الطيور ونروح على بدراستنا نتسابق الحضور بسهرنا ولعبنا راجعين نحضر كتبنا ونغني من قلوبنا اللي بلدنا في الطابور بلادي 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 لكي حبي وفؤادي وخلصت الأجازة باي باي ياسف سلام راجعين على المدارس وحشان ما فيش كلام وخلصت الأجازة باي باي ياسف سلام راجعين على المدارس وحشان ما فيش كلام راجعين في الفسحة نلعب مع بعضي وماتي تاني وفي حاسة الموسيقى وان عارف أجمل أغاية وحشان ما فيش كلام وخلصت الأجازة باي باي ياسف سلام وخلصت الأجازة باي باي ياسف سلام راجعين على المدارس وحشان ما فيش كلام وخلصت الأجازة باي ياسف سلام راجعين على المدارس وحشان ما فيش كلام وخلصت الأجازة باي ياسف سلام راجعين على المدارس وحشان ما فيش كلام جميلة أغاية حلو ايوة بقى تفاعل كده ونبصت يا منتخ لا 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 الغانوها دي يا منتخ احنا بعد ما سجلتها بقى في الستوديو وكان معي أطفال حلوين قوي لين تسمعوا صوته ونضول في الكران فان صوته بحلوة قوي قوي كنت فرحانة بيوم جدا بعد كده بقى كان لازل ايوة نصورها في المدارس فحبتنا بقى اللي معانا من هنا من فريق الاعداد بسانت ماهر بجد تعبت جدا 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 في الموضوع ده فانا عايز أقف لها وقول لها شكرا جدا يا بسانت على تعبك في الغنوة دي بالزيت طبعا بسانت هي فحبتنا اللي بتطلع كل الحاجات اللي بنشوفها بقى هنا لما بنطلع بره ونسأل صحابنا نسمعها بوبسات فهي أصلا يعني بتتعب على طول الصراحة معينا هنا في البرنامج بس الغنوة دي تقريبا يعني هي عملتها كلها من أولا لأخرة شكرا جدا يا بسانت وطبعا عنا عايزة أشكر دكتورة جيهان النصر اللي هي بتدرب الأطفال واللي جمل عندها الأطفال الحلوين اللي غنوا معينا ده مش تجيبيني ده من سولو يا السلام مرة جاي نعملها الغنوة لوحدك يا عملا يا السلام ده أنت تأمر كمان عايزة أشكر مهندس الصوت والموزة بتاع الأغنية لو أي فايد اللي هو برضو زميني هنا في النهار طبعا واللي ماسك هندسة الصوت أصلا في القناة اللي عمل لنا غنوة حلوة انت لو أي هو أنت لو أي يعني عايزة أشكر بجد كلنا استعبوا معنا في الغنوة دي بجد جدا 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 ويا رب تكون عجباتكم وعايزةكم بقى تحفظوا الغنوة دي عشان تتبسوا كده يعني تحسوا أنت راحين مدرسة مبسوطين أنا دايما لما كنت صغيرة كنت بقى مبسوطة جدا جدا وانا راجع على المدرسة بجد عموما هنسمعها تاني إن شاء الله في آخر الحلقة ودلوقتي بقى أنا عايزة أقول حاجة كمان قبل ما نروح لبكار عايزة بارك لشادي المخرج بتاعنا شادي عم سلام علشان بقى باهبة وجاب ليلة مراته جابت ليلة صغيرة خالص ألف مبروك يا شادي وربنا يخليهاي لك يا رب إن شاء الله كمان خمس سنين كده تيجي تنوارني هنا ليلة في البرلمج وتيجي تلعب معنا إن شاء الله تعالى بقى نروح نشوف بكار وحشنا بكار كل صحابنا اللي شايفيننا دلوقتي يلا افطاروا اتنشاطوا علشان احنا رجع لناها برياضة مع كابتن خالد تعالى نروح نشوف مغامرة جديدة من مغامرات بكار ونرجع ثاني حلوة الغنوة يا ميلا خالد خدي بقى يا حسونة خدي يلا يلا يا همام همام شوت الكورة سفرت بعيد جوي جوي وانت اللي سفرتها تبجانت اللي تسافر تجيبها اه ملاء كده كده كنت أجيبها من غير ما تجلي حسوها تعالوا دوروا معي على الكرة اني مش لجيها خالص يعني هتكون راحت فين؟ الارض اللي شجت وبلعتها؟ يا خبر لو الكرة دي كمان ضاعت اني الحاجات اللي ضاعت مني اكتر من الحاجات اللي كانت عندي اصلا هو ده وقت هزار يا حسونة انت كمان اهدوا بس يا جماعة وخلونا ندور كويس ايه البير ده؟ اني اول مرة اشوفه يا خبر ربيان ايه ده؟ نقويس جوي جوي شكل الكرة وجعت فيه يوه يا رب اللي جي الكرة باجا اهه! ايه! اهه! اني بقول، كفاية لعب لحد كده اه حدة البليد باجا هو عشان خسرار ها يستسيب المرتش وتخلق اهه! خلي عندك راح رياضية يا همام مش هرد عليك يحسوه تعرفوا ان مية البيت بتبقى سمعها مياه جوفية وبتبقى مية مكية جدا يا سيدي يا سيدي ده بير مية وانت بير معلومات يا بكار حلوة دي ها حلوة انا جعان جاوي خدوا يا أولاد جايب لكم سمك مشوي طازة يلا تلاقيكم جعانين انتوا لاحظتوا اني لما قلنا عايزين الكرة ترجع جامت رجعت على طول ولما قلت نجعان عم جردوني جاب الأكل اه فعلا دي صدفة غريبة جوي مش صدفة انا حاسس ان ده البير المصحور اللي خلتي كانت بتحكي عنه ويطلع ايه البير المصحور ده كمان خلتي كانت بتحكي لنا عن بير في الجزيرة اسمه بير الأمنيات سمو كده علشان لما بتتمنى أمنية وتجولها وانت واجف عنده بتتحجج على طول ايوة فارش كلامه صح لا طبعا يا حلو مفيش حاجة اسمها كده ولا انت ايه رأيك يا بكار ها ايه رأيك ها الحجيجة مش عارف ميه كده باجا ما فيش داعي اني ننزاكر تاني خلاص البير هيحجج لنا كل اللي بنتمناه وهنجيب درجات عالية من غير ما نتعب نفسنا يعني اني مش لازم احوش عشان اشتري قلبة الالوان اللي اني عاوزها البير هيجيبها لي هاي هاي هانية هاي هانية هاي هانية البير ده بيحجج كل الأمنيات اكل وشرب وكل اللي عايزينه شكلك بتحب الخيال العلمي جوي يا فارس ها 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 هو ايه اللي فارس بيقول عليه ده يا همام لجينا بير بيحجج الأمنيات يا هانية ايه اللي انت بتقوليه ده يا هانية زي ما بقولك يا مصرار بير بيحجج الأمنيات وهمام لجاه واول ما جلو انه عايز ياكل جنب عطلو سمك ماشوي بير بيحجج الأمني وبيش في العيان تكان اخت معروفية مسكت الود ابنها وغطسته في البير السخونية راحت ورجع يرمحتاني بيقولك انه بير مصحور من ايام الفرعلة تطلب منه الطلب يحججه ودعب الهرغليفي ولا بيفهم عربيه صدقني يا متولي ابراهيم كان واقف بيقول نفسه غير العربية رجع لجي عربيته الربع ناكل لجيت مارسيدس يا السلام عبا ستار وجمال اختفى والود نشهد بقى بيعرف يشي الحديد والبدي نوسا جوازت مرجال لجي كنز دهب وقالمصات وسيد جالوا عكدة عامل في النمسي يا حلاة ابو لخار وامي صغرت انا عايز اروحه واني عايز اروحه واني عايز ابدأ كريستيان رونالدا انا عايز اشرب منه انا عايز استحمه فيه على البيير ويريحية وهنعمل للملايين على البيير ايه شهره ده انتوا رايحين فان ملكش دعوانت يا بكار وسع من طرجنا احنا رايحين على البيير على البيير ريشيين وهنعمل للملايين يا جماعة اعدلوا يا جماعة ما فيش حاجة صناها كدا انتي خرافة بكار يتيجي معانا يتوسع من طرجنا إحنا رايحين نحجج أمنياتنا عنديين رايحين وهنعمل المجهود بس الأماني بتتحجج بالتعب والمجهود مش بالخرافات دي مش خرافة يا بكار إنت شفت بنفسك بير الأمنيات بيحجج كل الأمنيات مفيش تعب تاني خلاص بعد النهاردة عنديين رايحين وهنعمل المجهود استغل واسع يا بكار بدل ما يدوسوا عليك يلا يا جماعة عنديين رايحين وهنعمل المجهود عنديين رايحين وهنعمل المجهود عنديين رايحين وهنعمل المجهود الحاجو دول بيردموا البيان ليه ده بس إيه بعدو؟ إنتو مش عارفين بتعملوا ايه حرب عليك داني دفعتي مجدن فيلي في ايه؟ انتو ليه بتردموا البيير بير ايه؟ البيير ده؟ ده مش بير أما ليه؟ ده طرنش المجاري بتاع الصرف الصحي حفرناه والمبارح ومشتغلش وتسد فحنردمه ونحفر ونخط مواسير بعد ما البلدية عملت ميزانية اوه حص عليك ميه؟ ده البير أمنيات جال البير ده خدعة وكل اللي حصل المرة اللي فاتت كان صدفة شكلك ما جواحش جوي جوي يا فارس اسكت انت يا حسونة احنا كلنا غلطنا لما سدجنا البير ده كل اللي حصل ده كان صدفة يعني الكرة تعلجت فوق الشجرة ووجعت صدفة واكيد عم جردوني كان يعرف اننا هنا صح يا همام؟ صح ابو يا جلي انه لو خلص صد بدري هيجيب لنا اكل ويجي احنا كلنا غلطنا الامنيات مش هتتحجج من غير ما نحاول نحججها مش غلط يفجى عندي امنية بس الغلط ان استنى حاجة سحرية تحججلي الامنية دي من غير ما اكتهد علشان احججها بكر هو الوحيد اللي بيفهم فيكو مش ممكن يكون البير بيحجج الامنيات الصبح بس تاني يا فارس طب انا هجرب نفسي اكل جوافة هاهههو نفسي اكل جوافة هاهه اهو مش قلتلكم الله 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 وفي ايه fabinia habinia wasd me بايناها حدية ولا اهبكا طب انا نفسي هاهاهاهاهاها وعملتي فيكم اجلب وعملتي فيكم اجلب طب الحمد للنك ما قلتش بطيخة كانت وجعت على رأسك وعورتك يا فارس فبنت ياولاي ومقوا نعنشوا ومقى سلمة وبنتك يتلكوا إلي في نفسكوا فوقوا تبر بشوا ياولاي لما نحظة كتبت يتبط عظيم مع كده بس مقى خالب صاحب طيب. سواح النور. انا عايزيكم وكلكم ازيكم تدوسوا على كوشي. لا لا خلاص خلاص خلاص. سواح الخير يا كابتن. سواح الفل. سواح الفل. ها? ها? صوت عالي جدا. عاملين ايه? الحمد لله ممكن نعرف اساميكم بصوت عالي خالص. بالترتيب. بالترتيب. يلا. يارا. يارا. تيلة. تيتها. ماريمكن. ماريوم. ماريوم. ادم. آدم. عمر. يوسف. ثلاغ الفل. واكلين. مستعدين. لا. يلا رياضة. يلا عامل يلا. يلا. يلا رياضة. يلا. يلا نلعب. دول كم دورية؟ ستة. ستة. واحنا كم واحد؟ سبعة. سبعة. ساسة. احنا تمانية بروف عالي. يا ماما سلمة ترعب معنا ترعب معنا لا بس الله الله طب قولي ايه هي نعمل واحدة لماما سلمة ايه دفعنا؟ الوقت دول سبع دباير واحنا تمانية هنعمل تمرين واقول لما اقول كلمة خد مكانك تجري بسرعة تقف دايرة هيبقى في واحد مش هيقف لو في اتنين وقفوا في دايرة هنشوف مين اللي وقف الاول اتفقنا اتفقنا تعالي بس خدي مسافة كده يلا بينا خد مسافة كده نتفي بس محد يزوق احد لا графاء الآق هل يوجد وقف دايرة خلاص تفقنا؟ يلا نجري في المكان هم 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 انا ما قلتش حاجة ارجعي ورا اه اعجعي ورا أهها سريع 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 ارجع ورا ارجع ورا اخد مكانك براس برافو. اهي? اهي? اهي. يا بني سايبه لك يا بني سايبه لك. ماما سلمة طلعت من برا. نرجع. يلا شطار انت لواحدة. يلا. ردي. اه نفتح ونقفل. ارجعي ولا يا مريوم. هي كلمة كانت ايه? خد مكانك. ايه ده? طلعت برا. تعال معي. تعال envo. سلامة. نشوف مين ايه هكسب. يلا نتفرج. اه نعمل جومب ونلمس الارض. رجع ورا يا مريوم. البنات ترجع ورا. خد مكانك. اهدي. اهو. 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 لا. طالي. اهو. 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 لا. الميت هو اللي عطا على اخرى. اهو. حاضش. انعيه تاني. نعني ايه ده نرجع تاني نرجع تاني اوكي خد مكانك اجري يا ماري انا انزلت الاول ولا انت مين وقف الاول مش عارفة هيا اوكي انا طلعت سطورة يا يارا دلوقتي هنعمل جامب بس جانبي يعني واحدك كده واحدك كده يلا خد مكانك اجري الا اجري انت ثلاثة البريحة اجري 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 فاضل اخير اثنين اي نايمين وشمال. يشي. اه ابعد الشيخ. خد ما كانت اجرب اه دلات برا. الاخر اتنين. والله انت في شسار اخالش. ابعدو אه وكذل واحدة واقفة قدام بعيد. هنعمل له قدام لا واحدة وواحدة كأنكم بتشوتوا يعني خد مكانك مين واي في الاول اخر واحدة شطورة نشوف مين هيكسب فيها يلا يوزي 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 ي كده 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 زي الولاد واحد اين ايوة ثلاثة اربعة اونا كمين تركزوا معايا هنعمل هنا في الدواير دي المونكي جامب اللي هو زي الجامب بتاع الارض بالزبط عارفينه صح؟ وبعد كده نيجي هنا نمسك الكرة برجلينة ونعمل جامب هنلعب دي الاول وبعد كده نلعب دي اوكي للماتذي اتعان طفل بالجمع الطرق مرهم Egg مرعب تحتاج براوفو ياهم براوفو يا ماريون ها شيرا ها ها هي صعبها أولا كبسي لا سهل براوفو براوفو ياهم ماريون براوفو يلا 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 براوفو آخر اثنين رادي جو حلوة آوي يلا يلا مينها هيكسب مينها هيكسب البنات ولا الولاد البنات ولا يد? برافو يا يومي. واو برافو شطار. سعلا ولا صعبة? طوعنا. كده حلوة قوي. كده حلوة قوي مرة البنات كذبوا. مرة مرة كذب. وزي الفن اللي كده احنا مبسول. بقاش نعمل حاجة تانية عشان ما حد. شكرا ناوي يا كابتن خلط حلوة. ممكن لساقف لهم طيب? يلا نساقف. ساقفة كبيرة. شطار جد. يلا نساقفة طب احنا احنا خلصنا. هنقول لي كابتن خلط ايه? مين عارف? شكرا. ايوة. شكرا جدا. شكرا جدا. ممتعة جدا النهاردة صراحة. بجد يعني. يلا. باي باي. تعالوا كل واحد حيانا بعد كرسي بتاعه. عارفين عند هلكم مين دلوقتي? عارفين مين هيجي دلوقتي? مين? بانتة. مين هو بجندي هنا? بانتة. بانتة. عارفين شوفوا بانتة. ليه? بانتة. بانتة. قلبي. قلبي. ايسا يجوي يا اصحابي سباح الفل عليكم. سباح الفل عليكم. سباح الفل علي. سباح الفل علي. انا برضو كنت بالعبريادة بس هنا تحت المكتب. اه طبع. عملت تجي تلاتين ضغط. اه طبع. اربعة بط واتنين ستة سعيد. طبع طبع. مالش يا بانتة بقى الكلام ده هم عارفين انك ما كنتش بطيرها فراحات. قوليلي كده كبليه كده من قوليه ايه? هقولها لك بس نسحب الاول اسم الفيز. نجي بلا عشان انا بحب الفقرة دي جدا. انا بشتايف. مش انت بتحبها كمان? اه اه. بشكل عشوية. بشكل عشوية. المسابعة بتاعتي الاسبوع اللي فاتت السؤال بتاعها كان كم يبلغ كم يبلغ طول برج القاهرة. برج القاهرة كانتولو. اه كم? ماليام اتقلع منها. مية سبعة وتمانين. لا احنا نقض. نقض قادي. قادي وخليه جنبك ما تقلقيه شمالهم. عشان نشوف بقى مين اللي حيكسب. مشي? خلونا نسحب الاسم. اه كم يبلغ طول برج القاهرة? تمام? كان مية سبعة وتمانين متر ولا خمسين متر ولا ميت متر. مش عرفلي ولا جوجل. احنا هنسأل. لا 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 احنا هنسأل. احنا دلوقتي هنسحب اسم اللي فيز. نسأله بقى هنسأل الله. ايه رأيك? ربنا يتولى. طيب. طب ما هنسألو بصح يا بنتك. طالما اسمه هنا يبقى بصح يا بنتك. صح صح. يلا تختار انت. دي بادي كرمبي زبادي. وحطه كل ولاد. مين? زياد? زياد شحات محمد. القاهرة العبور اخر رقمه تلتمية تلاتة وتبانين. اهو زياد. يلا نكلم زياد يا ولاد. زياد يا ولاد. مبروك يا زياد. الف مبروك يا زياد على التابلت. على التابلت. وشطور ان انت عملت الجافة الصح. ايوا. ان شاء الله نروح لتبقى العبور. عشان ندي لك التابلت. صح يا رب سلمة? لازم كده لننظف مكاننا يا بنتك. اه. صح? منفاش نسيب حاجة مبعدلة. ايوا طبعا. صح? اقول لكم السؤال الجديد دلوقتي? اه. لا لا مانيش المزاجين. عايزينه دلوقتي ولا بعدين? اه. ملاكش مزاج? انت ملاكش مزاج? سؤال الجديد. سؤال المسابقة بقى الجديد احنا دلوقتي كل اسبوع انتم عارفين بيبقى عندنا سؤال. اه. ودي مسابقة. تصحبنا اللي عارفين اجابة السؤال بيبعتوا الاجابات بتاعته. اه. واحنا نيجي الاسبوع اللي بعد ونسحب اه الاسم يعني من الاسامي اللي بعتوا الاجابات الصح. علشان يفوز بايه? تابلت. بتابلت. اه. ولازم يكون. اه. اه. لحنا نيجي الاسبوع ده يكون بيتفرج على البرنامج. بابل لازم يكون بيتفرج على البرنامج. عشان بنكلمه على الهوى. طيب سؤالي الاسبوع ده ايه بقى? انا اقول. انا اقوله. اقول يلا. ما هو اطول انهار العالم? تمام. واحد نهر الفرات. اتنين نهر الامازون. ايوا. تلاتة نهر النيل. تمام. يبقى يهو اطول نهر في العالم الفرات ولا الامازون ولا نهر النيل. اللي عارف الاجابة حيبتصل على اتنين وعشرين زير وخمسة من دلوقت الحاد يوم الخميس الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. او على اه. اه. رقم تاني من الخط الارضي. زيرو تسعمية تنين وتسعين زيرو خمسة. رب عليك يا بنت. يقول الاجابة الصحب. وان شاء الله يوم الجمع الجاي هنسحب اسم الفايز. اه طيب. نقول لكم انا النهار ده الحدوطة بتاعتنا. انا اللي حكيها. حدوطة بتاعتنا هيحكيها لنا صاحبنا. يوسف عادل ان شاء الله. اه. الفقرة الجاية. وهيحكي لنا قصة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة. اتفقنا. دلوقتي ما انا عايز اتسألكم. مين فيكو دخل المدرسة. اه. قللكو خلاص دخلتوا المدرسة. اه. شفتوا الاغنية او سمعتوها. اه. حلوة. اه. يعني انتم بتبقوا مبسوطين كده لما بترجعوا للمدرسة. اه. اه. طب انا عايز اقولكو على حاجة. كنت حكيت مرة. لازم نبقى ايه. لازم نبقى ايه. لازم نبقى ايه. بتجوعوا في المدرسة. لازم نبقى ايه لما بنرجع من المدرسة. اه طبعا. طول اليوم بنبقى بازلنا بقى مجهود. وركزنا كويس. ولعبنا كمان كويس. ننام بدري بشي. صح برافو. ولازم ايه تاني ايام المدرسة? مين عارف? لازم نزاكر. ولازم نزاكر من اوه. اه. ونعمل الواجب. والبتة الفرجة عالتليفزيون شوية. نقلل من الكرتون. اه. اه. شفتوا من الكتون. والشمس يجي. واللي هبنصح الشمس بتيجي. ايه لما الشمس بتيجي احنا بنصح. اه. صح? اه. صح. اه. وما الشمس بتيجي بساعتين بنصح. قبل ما شامس بتيجي بساعتين ولا بعد 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 ما شامس بتيجي بنسح كمان طيب كل حاجاتي يازم نعملها ايام ايام المدرسة صح؟ صح وبتبقوا مبسوطين وانتوا راحين المدرسة بقى؟ اه طيب بصوا بقى هو احنا لما بنروح للمدرسة او عموما يعني لازم نبقى كمان شكلينه نظيف جميل لابسين لبس مخصول وماكوي وجميل لبس المدرسة بتاعنا يبقى نظيف صح؟ صح ولازم نبقى مسراحين شعرنا كويس صح؟ مش لازم يعني نحط بيرفين مش الدرجة يعني بس ممكن برضو اي 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 وكمان مهم جدا يبقى قصين دوافرنا ايوة صح؟ مسراحين شعرنا مسراحين شعرنا وبصين سنانا وكل الحاجات دي ومناسبة بقى موضوع دوافر عايز اقالوكو على حاجة كنت مرة حكيت حكاية كده قصة عن مملكة اسمها مملكة ميكروب بحد فاكرها يا بانتخ؟ اه تقليم فاكر مملكة ميكروب دي نهي قد تطلع كده في الدوافر وفتاع؟ اي اي انا عايز احكيلكو يعني اقولكو على موقف كده هي مش حدوتة هي هو موقف كده دينا واحد صاحبنا اسمه قاسر قاسر كان له اخت اسمها قايتن قايتن وقاسر دول شطرين جدا 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 قايتن شطورة خالص في سنة ثالثة ونفسها تطلع دكتورة اطفال وقاسر نفسه يبقى نجح تشغله لما يكبر يعني قاسر لسه صغير في كي جي وان او كي جي تو المهم يعني اسر بيعمل كل حاجة كل حاجة حلوة محدة حاجة واحدة بس فيه بيعمل ايه؟ ارقى الدوافرو ايه الحركة دي؟ بيأكل دوافرو اسنان ارقى الدوافرو دي حركة حلوة حد يعمل كده حد يعمل كده يا سلام ما انت يا بنتخ كنت بتعمل كده بس انت عارفت ان ده غلط ما بقيتش تعمله تاني بنتخ شطور بيتعلم من الغلط بتاعه لما نعمل حاجة ونعرف ان هي غلط او مضرة يبقى المفروض ايه؟ 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 شطورة يا ديلا جعلينتكم ستعمل ايها وبعدين لما لقيت ان هي غلط قلت لا حبطالة مش عاملة تاني صح؟ ايه احنا بقى يزين نقول صاحبنا اسر بلاش بقى موضوع ارقاط الدوافر ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان فيه ميكروب برافو برافو صح؟ برافو صح؟ دوافر فالنكروب ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ بيعدل وحش بيخلي الدوافر شكلها وحش غير غير كده لو قدنا دوافرنا وفي ميكروب بيحصل ايه؟ بدنا نبدو وجاعنا بدنا نبدو وجاعنا وفرات عد صح؟ دينا الامراض صح؟ وكمان في بقى اطفال بيقودوا قرقودوا في دوافرهم جميل جميل لخط لما بيعوروا قديهم اه بياركش يمسكوا القلم مش هعارفوا يحلوا في الامتحان مش هعارفوا يذكروا صح؟ شد الودنة صورة شد الودنة شد الودن بس يا مانتة قوليلي يا تالة استنى لسه على تالة بتقولي بياني شدوافر بياني شدوافر بياني شدوافر شدوافر بياني شدوافر طيب هي ماما مش بتقصرنا دوافرنا بالقصافة كل اسبوع كده؟ اه مش كده؟ قولولي 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 الحقيقة قولولي لازم لازم طبعا مش كل يوم لا مش كل يوم طبعا يا دافر مش هدال حقيقة اتوال كل اسبوع اه مش كده طب مين فيك وقع بيقص باقي يرفف بس كده وقول اي ده يا ماما ما تقصيش دافري مش عايز بيعمل حركات بتاعته حد بيعمل كده حد بيعمل كده قوله بجاد لا سار لا بابا هيضحكنا مريم ليه حبيبتي جاية النهاردة تفضحك وكل حاجة ادم 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 يا ادم بجاد بتحمل كده لا كل حقيقة لا انا بابا هي بتقصها وبتضحك بس بتضحك اه بيغير من دوافر بيغير يعني اه يعني ماما كده بتضحي داخل اه لكن احنا يعني كلنا كلنا كده شطار يعني وماما لما تقصينا دوافرنا بنبقى ساكتين وحلوين وكويسين والله انتو شطرين خالص اه وكمان المدرس الالعاب بيعود يبص ساعات كده لا بجاد بيشطرين خالص في المدرسة طيب يا قاسر يا صاحبنا ان شاء الله يا اخو ايتن خلي بالك بقى انت دلوقتي عرفت ان قرقات الدوافر دي غلطوا فيها حاجات كتير ممكن تضرك وتوجعلك بطنك وتعورك ايدك والحاجات دي فلو سمحت يا قاسر من فضلك رسالة مني من ماما سلمة بلاشت قرقى الدوافر كتاني علشان انت شطر جدا وكل الحاجة بتعملها حلو ايه دي بس الحاجة الوحيدة اللي عايزين نزبطها اتفقنا طيب معنا تليفون بقى زياد زياد صاحبنا اللي كسب في المسابقة اهلو يا زياد اهلو 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 صباح الخير صباح النوم ازايك يا زياد الحمد لله انت عندك كم سنة عندي تمانية عندك تمان سنين اولا مبروخ علشان انت فزت معينا في المسابقة وهتكسب التابلت ان شاء الله اما ايه بكرة هياك التابلت مبروك يا زياد انت فوق انت ليس نعم ولا ايه صباح الخير صباح الخير انت عارف ان انت اللي كسبت معنا في المسابقة بتاعة الاسبوع ده اه وحنجيلك يوم الجمعة جاية نجيلك التابلت الجايزة بتاعتك اتفقنا ممكن بقى تقولنا الاجابة اللي انت بعدتها كانت ايه انا عندنا طول برج القاهرة 187 سعفة كبيرة يا زياد سعفة كبيرة كبيرة مبرو يا زياد مبرو يا زياد انت بحب حضرتك انت عرفت الاجابة لوحدك يا زياد اه شطور خالص هو انت في سنة كام كده انا في سنة انا في ثالثة في ثالثة رابو عليك يا زياد كل سنة انت تعيق ايوا كل سنة انت يا زياد والف مبروك يا حبيبي وانا كمان بحبك خالص انا وبنتك يلا نشوفك الجمعة الجاية ان شاء الله سلام معناك اللي فون حبيبة قالو يا حبيبة حالو يا اختي كوميلا ازاي جي يا حبيبة حمد الله انت عندك كم سنة؟ عندك تسعة عندك تسعة؟ اه سنتك صغير خالص عاملة ايه؟ حمد الله حمد الله فرحونا بالمدرسة؟ اه حلوة المدرسة؟ اه عشانا انا بسحة بذري وبركز في الفصل شاترة شاترة وايه اكتر حسة بتحبيها؟ حسة الارت الارت طبعا بتعملوا ايه في الارت بقى؟ في الارت وبنلون بعمل كل حاجة حلوة قوي انا كمان بحبちょور مدصمة حستي الارت دي قويündبي اه وايه ونتخ كمان بيحبها كمان بيحبню يمشي يا بيبة شكرا على تليفونك يا حبيبتي وكلمينا كل اسبوع ماشي؟ ايه كان امم صوتين انا كلمتك قوي يمشي بي зовутا اني وسوتت جميل خالص شكرا يا حبيبة كلمينينا على طول ها على trabajando باي باي معنا مين، ملوكة؟ الله يا ملوكة الو ازاي في ملك؟ الحمد لله. عندك كم سنة? انت تسعة سمين. تسعة كمين? اه. انا بحب داوية ملك كمان. كل اللي ست صغير يبقى عند تسعة. اه. كل اللي ست صغير يبقى عند تسعة. اه شفت? يا ملوكة. انا عند ستة. ايه دي في سنة كم? في رابعة? انا بحب المدرسة قوي قوي. وبقول بحب اه بحب الوحدة. وايه اكتر حاجة بتحبيها في المدرسة يا ملوكة? انا عندها. احب الزاكر. احب الزاكري? شطورة. عايزة تطلعي ايه ملك? هلا ندري يعني. اه يعني دكتورة. عايزة لعي دكتورة? ان شاء الله تطلعي ايه اشتر دكتورة في الدنيا كلها. لا يا دكتورة على تلك. شكرا يا ملوكة على تليفونك الحلو وكلمينه تاني. مين معنا تليفون تاني متولي? اه حبيبة كان معنا تليفون حبيبة وبعدين تليفون ملك وبعدين الوقت يبقى معنا تليفون حبيبة وملك تانين خالص. يا حبيبة. ازانت يا وحسيني. وحسيني قوي يا ماما سلمة والاغنية حلوة قوي. شكرا يا حبيبة يا جميلة حبيبة وملك دول صحابنا بيكلمونا على طول وهم من اسكندرية. اه ايوة ايوة. اللي بيغني. ماما سلمتني حضرتك على البحر. سلمتني على البحر شكرا يا بيبة. اه التمرينات كانت حلوة. اه التمرينات كانت حلوة النهاردة فعلا قوي. والغنوة عجبتكو? قلي يا ماما سلمة. طب قوليلي لما كابتن خلق بيعمل التمرينات بقى مع صحابنا هنا في الستوديو. بتقفوا انتوا قدام التليفزيون وبتعملوا زي ولا لا? اه بنعملوا زي انا وملك. بتعملوا كده? اتصوروا بقى وبعطولنا الصور عالصفحة. حاضر يا ماما سلمة ملك هتكلم حضريني. اديالي حبيبتي. يا ملك. ازاك يا ملك? ازاك يا بنتك? اخبارك ايه? الحمد لله. كل سنة وانت طيبة يا ملك. انت طيب يا بنتك. انا سعيد لانا سمعت صوتك. انا بحبك اوي وبحب ماما سلمة اوي. احنا كمان بنحبك خالص ايوة قلبي. سانكي وقلبي. طب بصوا بقى. عايزين اتفاق اتفاق. اي حد بقى بيحبنا خالص وبيحب يتفرج على البرنامج يزاكر حلوة قوي 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 علشان عايزين نتائج مبهرة السنة دي. اتفاقنا. من اول السنة كده يا ماما سلمة. اه. ما هو من اول السنة طبعا. الملغة شهر تعارف كده. اول. اول شهر كده. تعارف عن مين? عن مدرسين? اه. يا بيبا وملوكا كلمونا كل اسبوع. ما لك احصازي لاغنية بقى. انا متوقعني. هاسم اقع منك الاسبوع الجاي. بيبا. بصوا بقى معينا دلوقتي هنا في استوديو موهبة مهمة جدا. متحجنينها يا ماما. كبيرة جدا غير بانت. غير بانت. غير بانت اختبعا. معينا يوسف صاحبنا? يوسف بتكتب شعر يا يوسف? ولا بتلقي شعر? بل خلاص. بتلقي شعر انت عارف انه الالقاء ده برضو موهبة كبيرة يعني. طبعا. اه والله. ومهمة جدا. طيب انت عايز تقول لنا شعر النهاردة? اه. بمناسبة ايه بقى? مناسبة الهجرة. السنة السنة الهجرية الجديدة. اه. طيب. اتفضل قوم حضرتك وقف بقى هنا. سعفة كبيرة ليوسف. يا ليوسف. هتقول لنا ده مش سيرك كده. بمناسبة الهجرة. ايه ده يا بقى? يلا يا يوسف قلنا. ايه ده قدام شوار? لا لا قدام زي ما ايوه عشان الاضاء. اوكي. رباك ربك جل من رباك. ورعاك في كنف الهدى وحماك. سبحانه اعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك. وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها الاك. الله ارسلكم الينا رحمة. ما بل من تبعت خطاه خطاك. كنا حيارا في الظلام. فاشلقت شمس الهداية يوم لاحسناك. كنا ورب بغالقين بغينا. حتى ربطنا حبلنا بعراك. لولاك كنا ساجدين لسخرة او كوكب لا نعرف الاشراك. لولاك لم نعبد الها واحدا. حتى هدانا الله يوم هداك. انت الذي حن الجماد لعطفي. وشكالك الحيوان يوم رآك. والزذو يسمع بالحنين انينه. وبكاؤه شوقا الى لقياك. وبكاؤه شوقا الى لقياك. يا السلام شاطر يا يوسف. سعفة كبيرة. هاي هاي يا يوسف عقيد جميل جميل جميل. بس بس يا يوسف انا اقولك على حاجة. هو ده مش القاء. الالقاء ما بيبقاش فيه لحم. اه. بيبقى كلام. شعر وبنقوله كلام من غير اه. ده كده هنا. لا ده انشاد. ده انشاد يعني. انت صوتك انت صوتك حلوة قوي. اه. يعني هاي هاي. بس الالقاء بقى حاجة تانى. اه. انت في المدرسة بقى ممكن تشترك في المسابقات الالقاء برضو. اشتركت من شابه قبل كده. ها. خلاف التانى. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك شاطر. بس دي كانت من غير لحن. مش كده. اه اه كانت من غير لحن. بالزاب. عشان برضو صاحبنا يعرفوا ايه الفرق ما بين الانشاد وما بين الالقاء الشعري. مين من صاحبنا بيعمل الحاجة تانية هنا. مين تلا? تعملي ايه? بغني. بتغني بجد? تغني لنا حاجة? مش حافظة اغاني كتير. مش حافظة يا اغاني كتير طب قولي اغنية من الاغاني القليلها اللي انت حافظها. حافظة ايه? مش حافظة اغاني افلام. افلام? افلام ايه? افلام كارتون? لا. اه ايه زي ايه طيب? نلي شريهان. نلي شريهان. ده مزلزة انا بحبه واوي. انا بحبه جدا. انا كونيا. انا ما بحبوش حافظة ايه طبعا اولي حاجة يا تله انا بحبه وبس ما بحبش نعبرنا با 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 علي صوت با 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 بكتبقة تكتبطيك بحسبها كويس خليك عارف ان حياتنا بسيطة هودك ت يا سواتشيك اختر قلوع هاي بتعني سيبك من الاسود والهني خليك في الألوان الفتحة تلقى حياتك تضحك لي مرهب يا تعالى والحد ما يكمل ثلاثين يوم وما بنايش بقصر وبدلوق هتشوفا حكايتنا وأحلامنا وحسوكا عنكم حد يوم لو كلكم حفظين قولوا معايها يلا اوه وتروحوش ملوي منو زو حدو توقعين كمان افتعوا حلوه وأوض يلا استنوا نيلي وشريل حلوة قوي لا سلافة كبيرة الكلم هايل هايل عزيلا شو التار خالص انا برضو كنت بحب اتفرج عني نيلي وشريل وانا دلوقتي بحب الفيلم اكتلك اما بحب شرغني ايه فيلم ايه افتل نيلي وشريهان ده مزلسل ده مزلسل الفيلم حاجة والمزلسل حاجة والانشت حاجة والرفق حاجة والمصرح حاجة وال يلا هنعرف الحاجات دي كلها الساعة عشرة يا مسلمة الساعة عشرة هو ايه اللي بيحصل الساعة عشرة ده معاد اللي بالي بالي اللي بالي بالك اللي هو ايه اللي بالي بالك الساعة عشرة معاد ايه النشرة برافو بنتخ ساعة عشرة مع عيد النشرة ومع الموذيع اللي مع المتعلق بنتا نحن نعمل في سم يلا رح نتفرج على النشرة أهلا بكم سيداتي وسادتي ومرحبا بكم في نشرة أخبار بنتخ أقصد في نشرة أخبار بنات وولاد والآن مع عناوين النشرة خطورة اللعب بالكرة في الشارع طلائع جميات تشارك في مهرجان الأصابع الزهبية ببرسعيد والآن مع تفاصيل النشرة خطورة اللعب بالكرة في الشارع قرر المجلس الأعلى للكبار يعني اللي هم بابا وماما واخوية كبير إن بنتخ إن بنتخ اللي هو أنا وصحابه مش هيلعبه في الشارع بالكرة تاني ومش بس بنتخ وصحابه ده كمان كل الأطفال حيث أصدر الكبار بيان شاتيت شاتيت؟ إيه شاتيت دي؟ هاة 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 يعني شديد شديد اللحجة بيحذروا فيه كل الأطفال من اللعب في الكرة بالشارع وهم بقى بيقولوا إن اللعب بالكرة مضر جداً لإن الشارع فيها عربيات وناس كبيرة ومينفعش نلعب بالكرة في الشارع لأنه ممكن نتعور ونشط الكرة على حد من غير ما ناخد بالنا فيتعور هو كمان آه آه يا قلبي وذلك بعد ما منتخوا صحابه شاطوا الكرة فجت في رجل عجوز وقع وتعور جامد قوي آه فعلا حصل يا صحابي والله بس أنا ما كنت شأصد ومش هلعب كرة تاني في الشارع خالص طلائع عجميات تشارك في مهرجان الأصابع الزهبية ببرسعيد أكتر من 15 طفل وطفلة قدموا فقرات استعراضية جميلة جدا عرض منهم كان باسم حب الوطن والتاني عرض من تراث السمسمية البورسعيدي طبعا هتسألوني هو إي يا بنتخ السمسمية دي؟ أقولك وأنا بقى السمسمية دي مش الحاجة الحلوة اللي بنكلها في مولد النبي يا صحابي لا صحيح السمسمية اللي بتاعت المولد دي طعمها حلوة قوي بس مش هي دي لا 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 خالص خالص السمسمية يا صحابي آلة موسيقية مصرية بسيطة عبارة عن خمس أوطار وبتكبع السلم الموسيقي الخماسي وأوطارها عبارة عن أسلاك صلبر فيعة مشدودة على صندوق خاشبي كده والسمسمية مش مجرد آلة موسيقية وخلاص دي آلة بتعبر عن روح بلدنا مصري الجميلة وعن كل محافظات القناة قناة السويس يعني ارتبط اسم السمسمية بالوطنية لأن أجددنا زمان زمان خالص كانوا بيعزفوا بيها عشان يشجعوا بعض المصريين يبقوا أقوية جدا ويقدروا حاربوا كل الأشرار اللي كانوا بيحاربونا وكانت من أشهر الأغاني غني السمسمية على رصاص البندقية وفعلا حاربناهم وكسبناهم وطربنا كل الأشرار بر بلدنا وانتصرنا عليهم وده بعدما السمسمية قامت بدور عظيم وكبير في تشجيع المصريين على المقاومة والانتصار في الحرب عرفتوا بقى يا صحابي ايه هي السمسمية؟ حاجة جميلة خالص يلاللي 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 ودلوقتي مع فقرة أين تذهب مع ماما وبابا المرة دي بقى يا صحابي هقولكوا على مكان اكتشفتوا بالصدفة وتلع مكان رائع جداً ومفيد جداً 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 استنوا كده بقى نشوف سالساً المكتبة بتقدم ورش رسم وتلوين وكمان بتعمل مسابقة في الرسم وتختار أحسن طفل مبدع أيوة بقى ثم رابعاً أي طفل يقدر يشترك في ألعاب الكمبيوتر؟ طبعاً دي حاجة جميلة قوي ومعظم أصحابنا بيعرفوا يلعبوا ألعاب الكمبيوتر خامساً فيه سادساً وسابعاً كمان آه عروض أفلام كارتون مميزة وجديدة الأطفال الحمد لله مفيش سامناً عشان أنا تعبت بقى و بهذا انتهت نشرة الأخبار المقدمة إليكم من بنات وولاد و اللي بيقدمها الطفل المميز لعب قريب بنتخ سلام يا صحابي وأشوفكم في نشرة جديدة إن شاء الله بربشوا يا أولاد يا فنان يا سلام بربشوا يا أولاد يا أولاد و ده وقت اللعب طبعاً الوقت ده احنا بنحبه جداً 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 ولعبتنا النهاردة هي الكراسي الموسيقية عارفين اللعبة دي؟ آه أيوة أنا عارفها أيوة أنت عارفها يا بنتخ كمان؟ عارفها جداً هو تلعبن هو تلعبن عارفين نشوفه بقى بيديو تحت طيب بعد ما نخلص الحلوة بقى غليكو تشوفه بيديو تحت طيب بصوا بقى اللعبة هنلعب إيه؟ قدم حتلاب معنا؟ ركز معنا اللعبة دي هنسمع مزيكة عارفين تصوروا معي سيلفي هنسمع موسيقى وأول لما تقف وحنلف حوالين الكراسي اتفقنا؟ أول لما المزيكة تبطل كله يقعد على كرسي حدش زوق التاني الوحيد اللي مش هيلاقي الكرسي هيطلع يجي معايا هنا اتفقنا؟ وينشي الكرسي؟ برافو 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 بصوا نبعد شوية نبعد شوية انتم مش هتجيبوا الغنوة؟ هتجيبوا الغنوة ولا دي؟ هنلعب على إيه؟ ابعدوا شوية ابعدوا شوية مطربوش من كرسي بقى وتحجزوا الحاجات دي اتفقنا؟ ابعدوا شوية يلا علوا الصوت علوا الصوت يلا يلا جو ابعدوا شوية وفرقش 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 يولا ومقهنا علي شوية وما سلنا وما انتهى من الكل يبنى السلام برسا ها ها في كرسي بعد برافو طيب مين عادل اول؟ بقى مانا انتو قلولي حقيق لا انا لا من غير حنفان في اتنين اهالي جانب بعض طب ثانية واحدة هو من القعدة كده واضح واضح يا يارا ان مريم هادل تقاول عشان هنسي نفسي عشان نسي قادة عليها طب شفتوها جوا في الكنترول قولولي انتو مين فيكو قعد الاول ها يارا نعيد تاني يلا 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 نعيد تاني اه يلا علوا الصوت لفوا 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 يلا مين فيكو قعد بربشو يا ولادي يا بناي او فرقشو يا بنات يا ولاي ما اقنعني شو وما سلنا ومتنقى من الكل لا ابعيدوا سوي عسان ما تمتكوش ببار ايه بعيد يا ادم ادم ايه بعيد مين اذا كورسي اذا كورسي هادو كورسي الماني كورسي كاربو كده كاربو كده اقعودي يا مريوم مرابو عليكوا يلا يجرو ابعيدوا 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 عدم هي مش مصابقة تعالى يا هموري كرسي لو سمحتو تعالى يا هموري اه دي حبيب بنتو شاطرين خالص اهو يلا بس منفضلكوا ابعدوا شوي شاطرة يا يارا يلا لأ كرتي خلاصوا بيا تعالى يا يارا يا جميل يلا فين الساقة تقفلهم تقفلهم يلا سوقوا نعيشوا لا ايضا ايدك ايدك قلنا ايضا سوايا نلعب سوا نضحك ونغني مين العجل اول هات الكرسي يا ادم كده فاضل ادم وتالا هتتايسوف قاد عليه وتالا يلا هتشجعه مين يلا شجعه تالا آدم ايضا تالا تالا ابعيده عن ذلك يا ادم ابعز ابعز يا ادم ابعز يا تالة خلاص خلاص وحتجوه قاعد تاني شطور يا ادم يلا صافة كبيرة لتالة برافو يا تالة برافو يا حبيبسي برافو طيب دلوقتي احنا عندنا قمسة ساعلنا صاحبنا في المدرسة تعالوا نروح نشوف حيقولوا ايه وحنرجع بقى مع صاحبنا مع صاحبنا مع صاحبنا موسيقى جزة سيدنا محمد لما هاجر لمكة للمدينة هو كان معاه صاحبه كانوا عايزين يروحوا بس كان فيه كفار على باب البيت فهو ما كانش عارف يعمل ايه بس هو ربنا خلا ما يشوفوش سيدنا محمد هو ماشي منهم بس هو ماشي وبعد كده راح للمدينة مع صاحبه وروحوا هناك بعد كده الناس كلها فرحونا وبعد كده شافوه فقعدوا يغنوا محمد نبيلة أمه أمينة وأبوه عبد الله مدارة جده اللي رباه أبو طالب عمه جاي يخفف عنه مرضته حريبة كانت دايما بتقول كان السعدي جانة ومحمد معانة يا أولادي يا بنات رجعنا بقى مع صاحبنا القديم جداً أصدقاء من زمين جداً الإعلامي والدعاية والزميل يوسف عيدل زيك يا يوسف زيك يا سلام أخبار عامل ايه زي الفل كويس؟ الحمد لله الحمد لله يوسف من أور النهاردة أنا المبسوط والله لا أنا جاي النهاردة أحلى حلقة بالنسبة لي ومتعرفوش بقى ماما السلمة بالنسبة لي إيه يعني أنا باجي أصلاً نحن أخوات أصلاً باخد الطاقة من هنا عشان أقدر بقى أنشر الأخلاق للجلي الجميل الله يكريمك الله يكريمك يا يوسف طيب يوسف النهاردة هيحكي لنا حكاية حلوة قوي ومهمة قوي يعني الحدث اللي احنا هنحتفل بي إن شاء الله يوم الحد رأس السنة الهجرية الجديدة إن فيه سنة جديدة هتبدأ طيب إيه موضوع سنة الهجرية دا بقى وإيه قدسة الهجرة تمام تمام مين يعرف حاجة عن الهجرة؟ حد عارف حاجة؟ أنا قولي هعرف ايه اليوم اللي الرسول هاجر فيه من مكة للمدينة المنورة حلوة هنتفق على حاجة في الأول خالص إننا كل ما أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنقول ايه؟ عالي تفقنا؟ كلنا ماشي بصوت عالي طيب الهجرة بدأ اتمنين بصوا بقى هحكي لكم القصة من البداية وبعد كان نشوف احنا هنتعلمه ماشي خلاص؟ بس أما حاجة بعد ما هخلص هاسأل كل حد تتعلمه ماشي؟ طيب مريومة النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فين؟ في مكة صح؟ وهو كان بيحب مكة جدا ماشي؟ وبعد كده بدأ المشركين هيأذوا النبي ليه؟ يعني الكفار اه الكفار ماشي هيأذوا النبي ليه؟ علشان خاطر هم مش عايزينه يقول بقى الاسلام واخلاق الاسلام والكلام ده ماشي؟ فربنا امر النبي ان هو خلاص هيسيب مكة ويهاجر ويروح فين؟ المدينة المنورة المدينة المنورة صح كده؟ صح طيب اول حي خالص لما ربنا امر النبي ان هو يروح فين؟ يروح المدينة ايه اللي حصل؟ تخيلوا تخيلوا معايا انت حد انت متخانق معايا وما بتحبوش هو ما بيحبكش ماشي؟ وسيب عندك شوية حاجات في البيت وانت خلاص هتسيب البلد وتمشي هتاخد الحاجات ولا هترجعها؟ الامانة عشان كده دايما ايه؟ ادي اول حاجة عايزين نتعلمها هياخدها ولا يرجعها؟ هيرجعها لصحابها طبعا صح؟ احنا في المدرسة الحاجة اللي مش بتاعتنا بناخدها؟ طب لو خدنا حاجة وخطناها في الشنطة غصبة عننا بلاقي الطلاب بيعملوا ده هو مش واخد باله فياخدها وحطها في الشنطة بتاعته بنروح نرجعها له تاني يوم؟ اللي بنقول دي بتاعتنا؟ حلو قوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قام جايب سيدنا عليه ابن ابي طالب وقال له انت هتقعد مكاني وهتنم مكاني علشان بعد ما انا قامشي الامانات دي مش بتاعتي بتاعت المشركين اللي عايزين ايه؟ يقتلوني ماشي كده؟ يبقى اول حاجة نتعلمها ايه؟ قل لي قل لي انت مش هتعمل كده احنا احنا عندنا امانة صح؟ قل لي قل لي مش هتعمل كده؟ تمام فاحنا اول حاجة خالص ان احنا نتعلم الامانة من الموقف ده من نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا عليه وقال له ايه؟ انت هترجع كل الامانات برغم ان هو زعلان منهم بس ابدا ابدا ما ياخدش حاجة ايه؟ مش بتاعتي طفانة طيب شنططة امريكي دي تنور ماشي شنططة ماشي تمام كده؟ طيب النبي عمل ايه تاني؟ في حاجة تانية لما ربنا امره بالهجرة بدأ يختار ايه؟ صاحب ليه؟ صح؟ طب يختار الصاحب على اساس ايه؟ اختار اكتر حد امن بن نبي وصدقه وهيساعده في الطريق سيدنا ابو بط ابو بط يعني معنى كده المفروض ان احنا في المدرسة هنختار اصحابنا؟ شفتوا الحاجة التانية مهمة ازاي؟ اختارنا ايه؟ اصحاب ولا من صاحب اي حد وخلاص بقى اي حد يقولنا على حاجة وحشة اي حد يقولنا على كلمة وحشة نسمع كلامه لا صح؟ صح يا موهر سلمة؟ صح يا رجل لازم نختار اصدقائنا مهم جدا صح؟ هو في المدرسة لازم ايه؟ نختار صاحبنا كويس ونختار صاحبتنا كويس احنا مش عايزين هنصدقها ليه؟ ما نصدقهاش ولو حد قال كلمة وحشة من عادهاش وراء الصاحب صح كده؟ اه طيب حلو قوي بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا عليه ونما كانه خلي بالكوا بقى عشان دايما الانسان اللي بيقاش مع ربنا ما يخافش من اي حد ممكن نتعلمها كاعدة كده الانسان القريب من ربنا وبيحب ربنا قوي وربنا حبه ما يخافش من اي حد فالنبي بالليل الكفار خلاص قاله احنا عايزين نقتل النبي فهنعمل ايه؟ فكروا فكرة كده زكاية شوية علشان كان عندهم ان مثلا لو حد قتل حد لازم حد يتقتل اصاده فهما عملوا ايه فكروا؟ ان هما هياخدوا من كل عيلة في مكة شخص قوي وهيقف قدام بيت النبي يقتلوه ماشي؟ ايه اللي حصل بقى عشان ربنا بيحب النبي اوي النبي بيحب ربنا ايه اللي حصل حاجة حاجة غريبة جدا ايه اللي حصل نزل ايه؟ ايه حلوة اوي الشاطرين جدا 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 ايه اللي حصل بقى؟ ها ناموا وهم واقفين قدام البيت تخيلوا؟ ايه رأيكم؟ ناموا لما مش بمزاجهم بقى خلاص انتوا خدتوا بالاسباب وعايزين تروحوا ان كنتوا تقتلوا النبي لكن احنا النبي ده حبيبنا وإحنا هندفع عنه فانتوا غصبة عنكوا هتناموا فالنبي طلع مشي وهم فضلوا نايمين صحي كده من النوم ايه ده هو راح فين ايه ده احنا نمنا ازاي هم مش عارفين شفتوا بقى ربنا لم يحب حد عشان كده لما انتوا تحبوا ربنا قوي وتعملوا ربنا قال لكم عليك ما تخافوش من اي حد في الدنيا مهما حصل ماشي عشان ربنا ايه هيحميك يعني عشان ربنا يعني يحافظ على سيدنا النبي عشان هم ما يموتهوش خلاهم ما يشفهوش هو خرج وهم موجودين خرج قدامهم بس هم ما شفهوش شفتوا ايه رايكو؟ بقى غريبة قوي صح؟ صح؟ بس علشان ربنا عايز كده ده حصل وبعد ايه؟ وحصل كده مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نازم نتعلم ان في حاجات معينة بتحصل للنبي وبس مش لحد تاني دي حاجة اسمها ايه؟ معجزة ماشي يبقى احنا نتعلم ايه؟ ايه وحنا نتعلم ايه المعجزة دي بتحصل مع الانبياء بس فاكرين اي قصة قصة سيدنا ابراهيم قصة سيدنا موسى كل ده بيحصل مع مين؟ مع الانبياء بس والرسل بس مش معنا احنا ماشي؟ طيب خرج النبي وخد سيدنا ابو بكر الصديق وبدأ يروح فين؟ لازم بقى هنا نتعلم حاجة حلوة ايه راح المدينة بس يروح ازاي؟ احنا المدينة هنمشي كده على طول صح؟ عشان نوصل لماما سلمة لازم نمشي ازاي؟ على طول نمشي كده صح؟ طب ما كده الاعداء اللي هم عايزين يقتلوا النبي عارفين الطريق طب عمل ايه النبي؟ بصوا بقى لازم المسلم لازم يبقى زكي لازم يشغل دماغه المتدين لازم يبقى حد يفهم كل حاجة ويبدأ يعرف ازاي يضحك على اللي قدية مصح؟ النبي قماش من طريق تاني خالص مش كده احنا عايزين نروح لماما سلمة هوا هو هيمشي كده ويمشي كده ويلف كده وفي الاخر هيوصل لماما سلمة لكن هم بقى عشان عارفين ان لماما سلمة الطريق بتاعها كده فمشي كده ايه رأيكم في الزكاء ده؟ خلي بالكو صح؟ حلوة دي يبقى لازم نتعلم ايه حتى في مدرساتنا بقى وفي كل حياتنا لازم نكون اسكية ونفكر كويس ماشي؟ راح النبي غار اسمه ايه؟ غار غار صوت حلو غار صوت مزبوط دخل النبي الغار وقعده ماشي؟ ايه اللي حصل كان في حد ريساعد النبي حد عارف مين؟ مين؟ أسماء بنت أبي بكر بنت سيدنا أبو بكر الصديق ماشي؟ كانت بتساعدوا وكانت بتروحت ودي لهم أكل وحاجات زي كده عشان محدش شك فيها خالص لأنها كانت حامل فعمر محد أبدا هيتخال ان هي تطلع على المكان ده والمكان ده عالي جدا طبعا وصعب الوصل ليه ماشي؟ قعدوا في الغار فضلوا يدوروا 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 في الآخر ايه؟ وصلوا للغار كده وصلوا للغار اه وصلوا للغار بس ربنا عشان احنا قلنا ايه؟ بيحب النبي وبيحب سيدنا أبو بكر لازم يحميه صح؟ صح؟ فحتى سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله كان جوا في الغار فقال له ده لو واحد بص تحت رجليه هيشوف الخال بتاعنا خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا أبو بكر ايه؟ في جملة كده كلنا حفظينها ما ظنك بسنين الله وسالسهم يعني ايه؟ يعني ما بالك يا سيدنا أبو بكر احنا اتنين مع ربنا احنا ماشيين في معاية رب احنا ماشيين كده ربنا معانا فاحنا مش هنخاف من اي حد مهما حصل مش احنا احنا عادين كل شوية اقول لكم ايه؟ اللي بيحب ربنا بجد وبسمع كلام ربنا ما يخافش من اي حد مهما حصل ماشي؟ ما شفوهوش ما شفوهوش خالص ومشوا يا سلمة خلاص وبعد وخالص وبدأ انه هيمشي ويمشي برضو من طريق تاني خالص مش من طريق المدينة المناورة ماشي؟ قبل واحد لانه كورايشة قاله ايه؟ قاله اللي هيعرف يجيب المكان بتاعه ويعرف يقول عليه هنديله مية نقط عارفين النقط دي يعني ايه دلوقتي؟ زي ايه دلوقتي؟ زي عربية مسلا عربية بلاش نقول انواع عربية اشيك جدا 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 اشيك عربية موجودة مية عربية زي ايه دي ماشي؟ بس بجد مش تعمل مية عربية تخيلوا بقى الناس هتعمل ايه؟ الناس هتطلع تاجري وعايزة تدور عليه بقى وعايزة تبسيكها عشان تاخد ايه؟ العربية جاي دو مية ناقة حاجة طبعا حلم كبير خلاص؟ لم جاي واحد اسمه سورقة بن مالك قال بقى لا ده مية ناقة موضوع مش صغير فراح بقى يمين والشمال لحد ما فعلا بدأ يشوف ايه قصر كده في حد ماشي فراح ايه؟ رح للنبي صلى الله عليه وسلم فكل ما يروح هو راكب ايه؟ الحصان فكل ما الحصان يبدأ يقرب على النبي الحصان يقف ايه ده؟ ايه ده؟ انتم متخيلين؟ طب الحصان يمشي الطريق التاني يمشي الطريق التاني يجي يروح الطريق النبي يحصل ايه؟ يقف شفتوا اللي مع ربنا شفتوا الحد اللي بيحب ربنا ربنا بيحميه ازاي؟ عشان كده هون لما تجبروا ما تخافوش من اي حد خالص صح؟ صح وإحنا بردو صغيرين طبعا وإحنا صغيرين الله يا سلام عليك إيش يا طرق دي يا يورو برافو عليك برافو عليك ممتاز صح ما نخافش من حد أبد الحد وإحنا صغيرين برافو تمام كده؟ طيب حص قبل كده كنت قدرب بالي بعد كده خلصت البالي جي طالعا كنت عادة قدام حد مع حد صاحبتي وياها كنا عادي من قدام حد كان بيعمل مزيكا جي صاحبه كان هيجي يشلني امتنا ضربه الله شفت جاي وبدأ انت ايه؟ جاي شلها ما هو جاي شلها فأما بردو عايز يختافها عايز يختافها صح؟ ايه ده؟ وزعقت بقى وعملت صوت عالي صح؟ لا هي ضربت وراحت عنده واما ما حصلت واما بقى خالفو الجري صح؟ رفو عليك رفو عليك كده أنت بقى محن تيجي ازينة طبعا ما ينفعش النسكوتل وبرفو عليك يا تاري صح كده عشان كده انت اللي فزت في الكراسة المسطرة صح؟ بل ايه بقى والياقة ايه تمام تمام كده رفو عليك أنا هقلع منها حلو نخلي ببنا منها عشان ممكن تضربنا بعد الهواء تمام كده؟ لا لا تلق تلق شطورة ومقدمة متضربش حد بس ده كان جاي يختافها يعني طيب كمل لنا وبعد كده ايه حصل؟ طيب تمام فالنبي قال له خلاص روح يا صراكة وانا هديك ايه؟ كسرة ده ملك كبير قوي 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 فقال له هديك السواري بتاعته يعني الحاجات الملك كان راجل ملك عنده حاجات كتير قوي فهديك حاجة زي الدهب زي الدهب برافو عليك هديك الحاجات بتاعته ماشي؟ ايه ده؟ ده النبي في الصحراء وبيهاجر فازاي شفتوا بقى ان هو متفائل؟ ممكن نتفائل؟ ممكن نتفائل؟ لازم نتفائل النبي كان متفائل وهو بيهاجر طب في حاجة مهمة قوي 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 لازم نعرفها أخلي بالكو والنبي خلاص بقى خلاص هيبعد عن مكة وقف وقال جملة لازم كلكم تتعلموها ولازم يا سلمان عارف برنامجك مش أطفال بس هتلاقي الأباء والأموات كلهم بيتفرجوا وناس في المدارس خلق الانتماء النبي وقف على مكة خلي بالكو مهمة جدا كان زعلان انه ماشي طبعا والنبي طلع وبص المكة وقال والله انك لا أحب البلاد إليه خلي بالك خلي بالك يال ها والله انك لا أحب البلاد إليه ولولا ان أهلك أخرجوني منك ما خرجت انتي أحب بلد إليه سمعيني في ديه النبي كان بيحب إيه خلي بالكو مهمة قوي يعني احنا لازم يبقى عندنا خلق الانتماء احنا بنحب مصر قوي ونحب بلدنا قوي ونفسنا ان احنا ننجح ونعمل كل حاجة حلوة علشان مصر تبقى إيه علشان تبقى حلو لأن النبي كان بيحب بيحب مكة بس هم اللي قالوا له لازم تخرج برة فخرج النبي فاهميني فهنا يبقى خلق ايه الانتماء يعني الانتماء يعني بيحب بلدي قوي طيب هسألكم السؤال بقى كل واحد هو في المدرسة احنا في المدارسة صح كم واحد وهو واقف بيحي العلم كده حس ان هو بيحب بلده قوي انا كلنا كلنا طبعا صح لازم نعمل ده طب اللي ما بيحييش العلم بقى باشوف اه برق في المدرسة هم اتنين ما بيحييوش كتير صح هما بيحييو بصو بيعادوا يتشعوا بيعادوا يتكلموا يتكلموا ايه احنا بقى نقول لهم باسلوب حلوة قوي ان احنا تحية العلم دي حاجة مهمة ولازم نوقف خلاص احنا دولي اسميهم يا تالة فاحنا لازم نتعلم من ده يبقى ده الانتماء بقى يبقى ده الانتماء واحنا في الطبور المدرسة دايما دايما ما نسمع قصة ناخد القصة دي نتعلم منها حاجات بتطبقها في الشارع واحنا بنتحرك في المدرسة واحنا في المدرسة يوزف انت قلت لنا الامانة واختيار الصاحب والتفاؤل كان متفائل والانتماء حب بلده طيقمل عشان نعرف بقى بصرعة طيق والامانة طبق اه ما الامانة اول حاج تمام خلاص بدأ مشي فعلا صراكة خلاص ومشي وبدأ اننا بقى اننا بقى يمشي خلاص رايح على المدينة استقبلوه في المدينة بايه بقى استقبلوه استقبل الجميل استقبلوه استقبل الجميل استقبلوه ايه بقى حد يارف استقبلوه باغنية حلوة قوية طالع البدر علينا انسانيات الودا الله عارفينها؟ الله حتنا نهلنا تاني عارفينها؟ حد نحفظها؟ هاي ملاشا اغنية بقى استقبلوه النبي لانهم فرح عارفيني يعني ايه طالع البدر علينا يعني الامر جي الامر جل شوفوا بيرحبوا بي ازاي الامر جي احلى حاجة يعني في الدنيا انو بيحبوه قوي استقبلوه استقبلوه استقبل جميل وبعد ايه؟ احنا بنحب النبي قوي كاينة زي ما هما كانوا بيحبوه قوي 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 صح؟ تمام فقالوله الاغنية الجميلة دي وبدأ النبي راح بقى بدأ النبي يخل الناس في المدينة والناس في مكة يعرفهم على بعض ويحبوا بعض قوي علشان هما بقى هيبقوا أخوات من هنا ورايخ خلاص ماشي واول حاجة عملها ايه؟ عامل المسجد وبدأت بقى رحلة النبي في المدينة يعني يعني هيا ده الجزء اللي الاطفال يعرفوه ده اللي بقى على اساسه تحدد السنة الهجرية الجزء السنة الهجرية في ايام سيدنا عمر بس يعني معلومات كلها متقالي يعني لسه شوية ان هما يعرفوه بس احنا عرفنا الحكاية هو وعرفنا ان فيها حاجات كتير قوي جميلة واحنا تمام ممكن نتعلمها دلوقتي في حياتنا يعني يا يوسف شكرا ربنا يكلم تسمي يا ربنا يكلم طب احنا احنا دلوقتي احنا دلوقتي لما حد بيعلمنا حاجة كده جديدة بنقوله ايه شكرا شكرا الموم تعلمنا حاجة جديدة بجد طب ممكن في سانية حد يقولنا الاخلاق اللي تعلمها عشانا بقى مبسورة يلا ايه بقى الحاجات اللي تعلمنا لا اقوله بس اخلوك كذا وكذا لو خدنا حاجة من حد ده جهلو بأمانة برافو وده عورت بقى ورد ده كده على حاجة حد ماشي تمام من تاني يا يوسف يا ايضم انا عايزة اسمع الولادة البنات مركزين اكتر يلا بقى ها يلا بقى حاجة كده احنا قولنا ايه نختار مين نختار مين معنا قال التفاقل بالرحلة التفاقل برافو يا يوسف ماشي ونختار صاحبنا صح نختار ايه صاحب نختار صاحبنا وين صحاب اه ايه تاني نختار حاجة لما بنحيي لعلم ايه اسمعه ايه زيه مش احنا بتحب بلدنا الانتماء 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 عشان كده عشان كده يا سلمة المعاني دي كلها لازم كل الناس وكل المدارس تبدأ تنشرها للاطفال علشان خاطر ينفزوها طبعا مش قصة بنحكيها والله جميلة وحلوة حاجات كده شكرا جدا 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 صاحبنا يوسف عيدل هنقول لعمه يوسف هنقوله ايه شكرا جزيلا يا عام شكرا جدا طيب فيه غنوة حلوة قوي قوي عاملها صاحبنا برضو اسمه مصطفى عطف مصطفى صوته جميل جدا جدا برضو بتحكي حكاية هجرة الرسول من مكة للمدينة بس طبعا صغيرة خالص تعالوا نروح نسمعها وحنرجع تاني يا لابينة طيب تعالوا دلوقتي نروح نشوف صاحبنا ياسين اللي كسب في مصابة الاسبوع اللي فات ودلوقتي مرسلتنا في اسكندرية بسمة بتسلموا التابلت بتاعه بتعالوا نروح نشوفه هو بياخد التابلت ونقوله مبروك فين فين روح فين صاحبنا اللي هيستلم التابلت هيجي منين هيجي منين هيجي بش اهو يا بسمة صباح الخير يا بسمة صباح الخير يا بس نحن على الهوى وشايفينكو دلوقتي فين يا سين بقى عشان هي بصو هي مش بتسمع على طول زي ما احنا عاديين كده صده وصلاها بعد شوية عشان هي في اسكندرية يلا سلمة وبصبح على كل بنوتة صباح الخير يا سلمة وبصبح على كل بنوتة وولد معاكي في الاستوديو وكمان اللي اطفالنا اللي بيتفرجوا علينا في المنازل احنا النهاردة موجودين مع اسلام ياسين احنا تمام تمام صباح الخير يا سلمة بصبح عليكي وبصبح على كل ولد وبنوتة معاكي في الاستوديو وكمان بصبح على اطفالنا اللي بيتفرجوا علينا في المنازل النهاردة احنا موجودين مع ياسين اسلام من محافظة اسكندرية ياسين يعني اتجاوب على سؤال المسابقة الحلقة اللي فاتت وكسب معنا النهاردة تابلت احنا جايين نسلمهوله صباح الخير يا سين صباح الخير قولي يعني الف مبروك للتابلت قولي انت في سنة كم يا سين انا دخل سنة خمسة خمسة طيب بتتفرج بقى على برنامج ولاد وبنات وبتتفرج يعني بتتفرج عليه كل يوم بتتفرج عليه كل ما ييجي كل جمعة بتتفرج عليه انا بصبح على كل الولاد اللي معنا في الستوديو وانا باتمنى اللي اكون موجود ان شاء الله اروح وقد طيب قولي يا سين يعني طبعا اللي عام الدراسي بدأ انت عامل ايه في المدرسة او هوياتك كمان ايه المدرسة احب المدرسة هوياتي اللي انا اطلع لعيب كرة او مهندس طيران مهندس طيران طب بالتوفيق ان شاء الله هنشوفك طيار كبير في المستقبل ان شاء الله قولي يا سين بتتكلم دايما مع صحابك على البرنامج وبتتفرج عليهم طبعوا دايما اه شباية سعي ايه اكتر حاجة بتعجبك في البرنامج اه ماما سلمة وبنتخ وفاكرة الرياضة وفاكرة ايه الرياضة طيب يعني مبسوط بالتابلت هتعمل ايه بيه اه هتفرج علي الحلقات اللي بتفوتني علي وهنزل اللعب العب علي اه تلعب علي طيب هتشجع اصحابك بقى ان هم كمان يدخلوا في المسابقة ويبتدوا يحلوه اه هشجعهم كلهم طيب قولي يا يا سين اه يعني بتحب تلعب رياضة ايه او بتعمل ايه بتحب العب كرة اوكي وبحب اتفرج علي اختراعات ام على ام على اليوتيوب اه وبحب اه اه اتفرج علي متوشة الكرة اللي هي متجيش علي التلفزيون طيب اصبح بقى علي كل اصحابنا في الاستوديو اللي هم باي باي ان شاء الله ان شاء الله هبقى معاكم الحلقة المرة الجاية ان شاء الله سلمة بيعود لك مرة اخرى للاستوديو شكرا يا بسمة وشكرا جدا يا ياسين جميل خالص وان شاء الله تبقى مهندس طيران قد الدنيا دلوقتي بقى احنا معينا الفقرة اللي بنستنيها المفاجأة الحلوة النهاردة معينا الارجوز اهلا 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 يا اراجوز يلا تعالوا اهلا اصحابي بنحب الارجوز كنت هنا بنحب الارجوز انت جاهز يا اراجوز جاهز معنا النهاردة احنا جايين نحتفل مع اصحابي في برنامج بنات وولاد انت جاهز اصحابي هنشغله اغنية عشان يرقص معنا اوكي يلا يلا نسقفلوا سافة جديدة شفت شخفت لغبت لخبيت مسك الألوان ورسم عالحيب شفت شخفت لغبت لخبيت مسك الألوان ورسم عالحيب سافة جديدة شفت 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 شكراً احنا النهاردة باجييني احتفل يا رجوز طبعاً انت جاهز معانا؟ طبعاً طب قلنا هتقدينينا ايه النهاردة يا رجوز؟ ده التباطو بطوت والبوبات ومغارة برضو بفتها تاري ايه هي؟ انشفها في الهاكر ماشي بفتها ماشي يا رجوز يبدو بطوت فهو فين بطوت؟ ايه ده؟ ياخدين كمين ده بطوت وراك يا رجوز ايه يا ولد الدمس اللي انت عاملها دي يا ولد؟ ايها الساعة طب انت Khotir ليه؟ بتسمع الكلام؟ هو اللي بيسمع الكلام يا أولادي يبقى شاطر؟ أيوة طبعا طب بتسمع الكلام مين يا رجوز؟ بسمع الكلام بابا و بابا برافو برافو سمعين يا شطار؟ آه طيب هو بيسمع الكلام مين في البيت؟ ماما و بابا طب لو أنتوا بقى شطار إحنا بنسمع الكلام ماما و بابا في البيت طب في المجرسة بنسمع الكلام مين؟ المدرسين برافو بنسمع كلام المدرسين أو الميس والميستر برافو يا رجو الشاطر لأ أنت شاطر برافو وإيه كمان؟ محافظ أيوة الأراجوز بيحافظ على نظافة ملابسه ونظافة المدرسة بتاعته برافو يعني لو معنا ورق يا شتار برافو يا رجو ده ترى من المية على الأرض بين فعالير من الورق على الأرض أصحابي؟ من المية فين طب من المية فين؟ برافو الباسكت برافو وإيه كمان يا رجوز؟ بيذكر الواجب بيذكر الواجب وإيه كمان؟ بيشرب اللبن بيشرب اللبن أنت شاطر خالص طب كده لأ رجوز شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر لأ طبعا شاطر أنت شتار زيه؟ آه إيه ده؟ يعني إحنا بنسمع كلام ماما وبابا؟ آه وتلاني المسم والمستر؟ آه طب بتشربوا اللبن؟ آه لا 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 سعفة كبيرة ليك وعليا شتار طب يا رجوز أدمنهم بقى فقدات جميلة وكويسة باي باي يا رجوز باي باي عبو بطوت؟ باي باي عبو بطوت؟ باي باي عبو بطوت؟ باي عبو بطوت؟ البومي بتاعك فاك البومي؟ آه ايه بومي ايه بومي ايه بومي عايز يرقص؟ ده هيرقص ازاي ده؟ ايش هارف؟ ده كنت تدربه؟ انت بتفهم كلامه؟ اه طب انت هتدربه هنرقصه ازاي ده يا رجوز؟ هنرقصه ازاي ده يا رجوز؟ هنرقصه هنرقصه برابو يا رجوز انا مكنتش فاكر ان هيرقص فعلا ده رقص لا يا رجوز اه تعرف ترقصه لنا تاني يا رجوز؟ ايه مش ممكن ايه يا رجوز؟ انت بسبب؟ انا الشايف وكده عايز مش عارف انت بيقول لي قرر بسيط يا رجوز قرر بسيط يا رجوز وقال لك يا رجوز؟ اه وانت فهمته؟ اه اسمع كلامه متقدرش؟ اسمع كلامه ليه؟ ايه ايه ايه؟ ايه؟ يعدك؟ ايه؟ مش هو الكلب بيه بتاعك يا رجوز اصلا؟ ايه؟ 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 وانت بترقص يعدك؟ ايه؟ لا انت ترقص ما تخافش لو هو جيه قرب منك هقولك انا حاسب يا رجوز واستطاعي واصحابي كمان هيقولولك حاسب يا رجوز طبا طبا مبتن ينسو؟ لا لا مش هينسوا اصحابي اقوعوا تنسوا لو لو البوبي قرب من الاراجوز هنقول له حاسب يا رجوز اوكي؟ اه بس يا رجوز عايز اقولك على حاجة هو لو بجازة ده البوبي ده بتاعك عمره ما هيعدك عشان بس اصحابنا اللي عندهم كلاب في البيت يبقوا عارفين انه مش بيعد صحابه طبا طبا اكيد دهطا اكيد ده مش سحبك صح؟ انت خايف برضه طبا يلا كرد توببا يا Murú تدفوبي ده ممكن لا ما تخافش يا رجوز ما اخد واحد وعشرين حقنا مالا ما تخافش لسامع كان بيقولك يالا لو تعديدت خلي بالك انا مش مسؤول يا منتا يا منتا بستشفى الكلب ربنا يستر يا رجوز اخلي مالا يا الله انس اقفلوا أصحابي هذا الريح هم قالوا حاسب انا بصيت لقيته هنية اه هو واقف ما تخافش عامل فيه ضريب هو هو واقف لوحده ما تخافش يلا لا لا ارقص يلا نسقف له اصحابي تاني بصوت ألصف ما سكتني بوبي هدي البوبي سكي توا سكي توا هدي هيا ايه يا رجوز يا رجوز يا رجوز انت روحتي فين ايه اللي حصل لك يا رجوز حاصا ان codes ويدانك ايه بس اطلع اوه يا وداين ايه اللي هصلت ايه اللي حصلت 야 جماعي الليهنا ايه دامي دا ياه استاذ اي يا أستاذ ياهدري نعم ياه هستاذ نقدملك نفثي اه قدملي نفسك ياه استاذ أنا اسمي وثمان بس على الابيد انت وثمان بس على الابيد اه نتعرف على بعض ايّق ايوا ات اسلك ايه انا اسمي احمد بس بيدلعوني يقوللي يا هشاب طيب اسمع يا أستاذ برشام برشام ايه يا عم انا بس بس بيدلعوني يقولولي يا سمير طيب اسمع يا أستاذ برشام سمير لو سمحتي لو سمحتي انا راجل اسمه هشام يا أستاذ شمام ولا بطيخ بقى لو سمحت بلاش اسمي خالص ايوه ايوه انت جاي هنا ليه؟ عايزين نشتغل ونأكل عايش اه عايز تشتغل ونأكل عايش يعني انت جاي تتعرف علي ايوه وفي الاخر تقولي انا عايز اشتغل ونأكل عايش طب انا هقولك على حاجة ونأكل عايش يعني انت عايز تشتغل وتاكل عايش ها؟ انت عايز تشتغل وتاكل عايش لا انا اعتلاتي من الجيش يا عم يا عثمان قال لي صوتك على شاب انا سمعتين يا عم يا عثمان انت بتقولي عايز تشتغل وتاكل عايش ايوه يا أستاذ بقولك ايه؟ أنا عندي ليك شغلانة تشتغل ساكيوريتي يعني ايه؟ تشتغل رجل امن ايوه يا ماما سالمة ايوه تشتغل رجل امن يعني انت قد المسئولية طب صاحب العمارة اللي هنا دي ايوه عايز بواب هنأكل كباب كباب ايه يا عم عثمان يا عم ايه؟ يا عم انا بقولك صاحب العمارة عايز بواب صاحب الخباب يا عم انا وعين اصمان وافق بقى الحسن وقتنا خالص وافق عالشغل وخلاص هادف هادف هادر يا استاذ . صاحب يا عم ايه لا تتناولك نرى للشوادر يابا مرك والبن طب تعالى سلم علينا بقى يا أرجو سلم علينا سلم علينا تعالى أرجو نسلم على أصحابي سلم علينا بقى أبو سلم علينا وسلم علينا ووو بس الأرجو سلم عميل أمي سمين سلموا علينا. دي له صفحة يا لباسي. دي له كيس. من روح المتولي. اه? 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 انحن بينا وسلم علي. شكرا جدا جدا عمم ساميرشي كوكو. وشكرا على الاراجوز الحلو الجميل ده. سلمتوا عليه انا عايز سلم علينا كمان. اهلا 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 اهلا. شكرا جدا. طيب احنا دي واضي حلقيتنا جدا خلصي يا بنتوخي. بس بعد ما نخلص. هنطلع بس دلوقتي واحد. اخوض كواريب. اه دلوقتي حلقتنا خلصت اه كل صحابنا بقى تابعونا على صفحتنا على فيسبوك. علشان ان شاء الله تبعوا سؤال المسابقة وتجاوبوا عليه طول الاسبوع ونقابلكم الجمعة الجاية ويانا نروح دلوقتي تاني نسمع اغنيز المدرسة عزيكم بقى كلكم تحفظوها وطيب بس. يلا اقولوا هنا باي باي. شكرا يا اخي يا طيب. باي باي.